اشتركوا في القناة التي يؤكدون فيها استمرار مقاومتهم الشعبية السلمية مقاومة الشعبية في مواجهة هذه الانتهاكات الإسرائيلية في تصاعد دائم وهنا رسالة نقول لهم بأن اغتيال الشهيد زياد أبو عين وكل العنف الذي يستخدمه ضد شعبنا الفلسطيني لا يمكن على الإطلاق أن يوقف المقاومة الشعبية هذه الرسالة نحب نوصلها لجميع العالم أن مستمر المسيرة لا يمكن التراجع عن هذه المسيرة إلا لحتى تحرير الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال أمطرت المسيرة بقنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدنية المغلفة بالمطاط موقعة عدة إصابات بالرصاص الحي نقلت للمشفى لتلقي العلاج وبعض الإصابات علجت ميدانيا هذا ليس جديد على قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بكمع المسيرات السلمية والاعتداء على المواطنين واعتداء على كل مكونات الشعب الفلسطيني قرية كفر قدوم كغيرها من القرى الفلسطينية تناضل وتكافح ضد الاحتلال واستيطانه ويواصل سكانها نضالهم الشعبي لفتح مدخل قريتهم الرئيسي الذي أغلقه الاحتلال لتوسعة مستوطنة كادوميم خمسون عاما على انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة خطوها بدمائهم شهداء القضية الفلسطينية فمن الخنادق والبنادق إلى الدولة المستقلة أحمد براهم رؤية من بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر